السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع الله يعطيكوا العافية وكل عامنا وأنتم بخير الرمضان قرر بيخلص فيريت نجتهد في هذا الرمضان وما ننسى أهنى في غزة الله يكون بعونهم الله يصبرهم ما ننسى أبدا مهما صار إخوان ظلك حدث نفسك في الموضوع ظلك احكي عنهم ظلك تبرع إذا بتقدر تتبرع ادعي لهم يعني هذا شهر الدعاء شهر الصلاة وشهر القرآن ادعي هذا أقل شيء ممكن نقدمه المهم ما نستسلم وما نقول خلص مش قدير نسوي إشي نظن نعمل أي شيء الله يزيكم الخير معالجات سناب و دورقنو معروفين بالأرقام نحكي سناب دراجون ثمانية سناب دراجون سبعة وما إلى ذلك ولكن في خيارات يعني في عنا سناب دراجون مثلا ثمانية بلس وأيضا في طريق خيار جديد سناب دراجون ثمانية أس الجيل الثالث بدأحكي لكم عنه شوي الشركة أعلى نترسميا عن هذا المعالج اللي هو معاه حرف الأس وهذا حيكون الأداء العالي اللي أنت بتدور عليه ولكن حيكون سعره أقل من النسخة الأساسية اللي هي مثلا سناب دراجون ثمانية الجيل الثالث حيكون يعني أداءه عالي لكن أقل في أشياء حتكون أقلي شوي من هذا النسخة لكن السعر برضو حيكون مناسب فحتلاقي الشركات بتروح على هذا المعالج أتعطيك فلاكشب سعره نوعا ما أقل من الفلاكشب الكبيرة وأنا أعتقد أنه الأداء حيكون يعني متقارب جدا لأنه مبني بمعمارية أربعة نانومتر وعنده النوارة رئيسية كورتكس الأكس فور هنا التردد حيكون مختلف تردد عنده حيكون ثلاثي جيجا هيرتز ممكن تشوف الشركات الثانية حيكون تردد عنده أعلى فهذا الفرق بيخليه أنه معالج آخر قس هذا مش مهم لأنه السعر هو المهم لما نعرف أنه الشركات اللي حتروح زي ريلمي زي آي كيو دابل أو زي شاومي زي آنر حيروحوا على هذا المعالج على الأغلب حنشوف هذا فلاكشب بسعر أقل بعض الفروقات أنه ما بيدعم مثلا 8K زي أخولي كبير بيدعم 4K بس أنا بصراحة ما بهمني 8K 4K ممتاز يدعم شاشة QHD بلس بتردد 144 هيرتز هذا مور ذن اناف يعني أكثر من اللي بدنا إياه أعتقد قريبا جدا حنبلش نشوف هذا المعالج في الهواتف القادم شركة آنر تعلن رسميا في الصين عن هاتفها الآنر ماجيك ستة الرسر بورشة ديزاين وأيضا الآنر ماجيك ستة الألتمت صار عندهم آنر رات كثير بصراحة يمكن التنوح هذا عشان البيع أو البلدان مختلفة الفروقات مش كبيرة بينهم بس خلينا نحكي عن البورشة ديزاين لأنه التصميم فعليا هو أول إشي رح يجذبك والتصميم لأنه يختلف عن تصميم الآنر ماجيك ستة برو معنهم من نفس العيلة لكن اختلاف كامل عندك جزيرة كاميرات سداسية الشكل ورح يحملوا صحيح كاميرا 50 ميجابيكسل لكن حساسات مختلفة يعني ممكن يشوف أداء أفضل بهاي الكاميرات لأنه حيكون فيه دانوميك رينج أفضل فوكس أوتوفوكس أحسن هيك قرأت في الخبر والشاشة أيضا أضافوا عليها إشي اسمه تاندم ديسبلي الفكرة منه أنه يقلل الريفليكشن الإنعكاسات زي ما شوفنا بالجالكسي اس 24 ألترا وهذا إشي محبب ويعني مطلوب صراحة نسخة الـ RSR حتكون متوفرة بالصين 1 تيرابايت و24 جيجابايت رام برضو هذا إشي ممكن يميزها عن غيرها السعر حيكون 1400 دولار في الصين رقم كبير نعم إذا بدأ ذكركم إنهم Honor Magic 6 برو بالصين 930 دولار كان سعره ففي فرق الرقم الكبير هل مستهل نحط 400 أو 450 دولار عشان هذا الجهاز؟ حاليا ما بقدر أقرر يعني لازم يعني أمسك الجهاز بيدي أجربه عشان أقدر أقرر هاتف الـ Galaxy Z Fold 6 لم يعلن عنه صحيح ولكن فيه تسريبات عنه والتسريبات بتحكي فيه أشياء كويسة قادمة على هذا الجهاز أولها إنه حيكون فيه مش إعادة تصميم فيه تحسين بالتصميم لهذا الجهاز وهذا إشي صراحة مرحب به بالذات إذا الشاشة الأمامية صارت أكبر إذا عملوا هاي الحركة أعتقد حيكونوا منافسين يعني قويين في هذا المجال وإذا خففوا الوزن ونحفوا الجهاز أيضا لكن أول تسريب أكيد إنه حيكون الشاشة محمية بكونين جوريلا جلاس آرمر ورح تقلل الإنعكاسات أيضا زي الجالكسي S 24 ألترا ورح نشوف رام أكثر 16 جيجا أو 12 جيجا والساعات رح توصل لـ 1 تيرابايت وممكن جدا إن شوف جسم من تايتينيون صراحة أشوفه الهواتف عملها يعني بتوصل لمرحلة لا عودة لا مرحلة إنه ما فيه شي شي جديد يكون قوي جدا ما بعرف إيش ممكن يسوي الشركات بس على أقل على أقل أنا بفضل يعني أنا ما عندي مشكلة أشياء ما تتغير ولكن التجربة تبع المستخدم السوفتوري يتغير بحيث تأخذ تجربة ممتازة نعم أنا مع هذا التوجه موعد إطلاق على أغلب حيكون فيه شهر جولاي شهر 7 هاتف الآيفون 16 برو برضو قرب يعني بشهر 9 هذا الجهاز من المفروض إنه يحمي المعالج جديد اللي هو الـ A18 برو وفيه تسريبات عن فحص الـ Geek Pinch لهذا المعالج السينجل كور جاب 3570 نقطة المالتي كور جاب 9310 نقاط يعني مقارنة مع النسخة السابقة فيه زيادة كويسة كالعادة وبالعادة أصل هو بيجيب أرقام عالية وبالعادة أداءه ممتاز جدا لكن أيضا فيه تسريب عن سناب دراجون 8 الجيل الرابع برضو بحصل بالـ Single Core هاي التسريب كان عن سينجل كور 3500 نقطة تقريبا زيه زي الآيفون فممكن نشوف تنافس المرة هاي قوي جدا بين العملاقين الأهم من ذلك واضح أنه أبل رح تركز جدا على الأي آي ويمكن نشوف تشيب ست مخصصة للأي آي هون ممكن تكون فيه تفوق لأبل زي ما تفوقت بمعالجها اللي هي بتصممه فواضح أنه كل شركات حيروحوا على الأي آي بس كل واحد كيف يستغل الأي آي ليعطيك أفضل تجربة هذا إشي مهم أما على صعيدي الديزاين على أغلب مش راح نشوف تغيير بالديزاين حنشوف ألوان جديدة وهذا مش خبر يعني هاي معلومة عامة إذا أنت بتدور ومهتم بموضوع الواي فاي 7 وبدك هاتف يدعم الواي فاي 7 فأنا اليوم بحاول أعطيك بعض الأجهزة اللي فعليها موجودة وبتدعم الواي فاي 7 لكن أولا عشان تستفيد من هاي التقنيل الجديدة بدك يكون في بيتك انترنت سريع أول واحدة ثانيا بدي يكون عندك الراوتر يدعم الواي فاي 7 زي الراوتر اللي عملت عنه أنا مراجعة مؤخرا ومن ثم جهاز تليفون يدعم هاي التقني من التليفونات الموجودة حاليا وبتدعم هاي التقني الجالكسي اس 24 ألترا الانر ماجيك 6 برو الشاومي 14 ألترا والبيكسل 8 برو بالإضافة لأون بلس 12 أي واحد موجود من هدول خده إن شاء الله بتستمتع باستخدام الواي فاي رسميا فيفو تطلق الفيفو اكس فولد 3 والمرة هاي مش لحاله في عنا فولد 3 في عنا فولد 3 برو يعني فانيلا وبرو ما يميز هذا الجهاز نحكي عن الفانيلا فيرجن هذا يمكن أخف وزن فولدبل موجود في العالم 219 غرام وعشان نأخذ مثال الجالكسي اس 24 ألترا كجهاز وزنه 232 غرام وهذا مش فولدبل سماكت الجهاز هو مسكر 10.2 مليمتر سماكته هو مفتوح 4.5 مليمتر كثير حيف الشاشة الداخلية 8.03 إنش آموليد LTPO بتردد 120 هرتز أما السطوع 4500 نيتز الشاشة المسكرة الأمامية 6.3 مليمتر LTPO أموليد بتردد 120 هرتز أيضا السطوع 4500 المعالج عن نسخة العادية الفانيلا سناب دراجون 8 جيل الثاني عن نسخة البرو سناب دراجون 8 جيل الثالث النسخة العادية حيكون عندها ثلاث كاميرات 50 ميجابيكسل نسخة البرو حيكون كاميرتين 50 ميجابيكسل وكاميرا 64 ميجابيكسل بيريسكوب لكن حسسات أقوى البطارية عن نسخة العادية 5500 مع شحن سريع 80 واط بدون شحن لاسلكي أما البرو 5700 ميلي أمبير مع شحن 100 واط سريع مع شحن لاسلكي 50 واط سعر العادي يبدأ 970 دولار وسعر البرو يبدأ 1385 دولار فما رأيك يا رعاك الله يعطيك ألف عافية هاي كانت جعبتي من الأخبار التقنية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر